للأطباء ألا تعتبر تلك الحقوق مشروعة ولماذا لا تحل هذه الحقوق هذه مهنة صعيبة ومهمة جدا في عياة البشر نعم صحيح أتفق معك تماما أصدر أمار أبو شيبة في أن هذه حقوق مشروعة ولا بد أن يتم الوفاء بها بشكل سريع وعاجل والغريب أنه لا ندري إلى متى تستتبى الأمور في القطاع الطبي والصحي من قبل طبعا شهدنا الأزمة والمشكلة الكبيرة جدا مع نواب الاختصاصيين التي نأمل أن تكون الآن قد انقطت وتم حلها تماما الآن أطباء الامتياز وهذه بحسب ما جاء في أسبابهم التي أعلنوها بأنها تدفعهم للدخول في إضراب إن لم يتم الوفاء بها هي مطالب مشروعة وعلى الحكومة أن تسرع في الوفاء بهذه الاستحقاقات المادية لهؤلاء الأطباء حتى يرفعوا أو لا ينخرطوا في هذا الإضراب المعلن والمحدد له يوم الإثنين القادم وأن يواصلوا في عمله ما قيمة هذا الإضراب وكيف يمكن أن يؤثر على قطاع الصحة خاصة ومن أشهده من ترد في الخدمات الصحية وجايحة كورونا وأصلا هناك نقص واضح جدا في الكوادر الطبية نعم نقص واضح جدا وإذا فقدت طبيب واحد فذلك يؤثر بلا شك دعك من أن تفقد هذا العدد الكبير جدا من هؤلاء الأطباء والأطباء الامتياز هم في الغالب أطباء في مدخل الخدمة الطبية ويعني عليهم دور كبير جدا في التواجد داخل المستشفيات وممارسة الألمينة إلى جانب وغيرهم من الاختصاصيين الكبار فأعتقد أنه سيكون مؤثرا جدا إضراب هذا العدد الكبير جدا من أطباء الامتياز وأعتقد أن الحكومة لا بد لها من معالجة سريعة وعاجلة لهذه الحقوق وأعتقد أنها لم تكن مكلفة كثيرا ماذا عن وزير الصحة الجديد؟ ربما الحديث يكون أوفاق حول البرامج وليس الأشخاص ومتابعه من قضايا كثيرة ما البرنامج الذي يمكن أن يعمل من خلاله وزير الصحة لحل حل هذه القضايا في القطاعات الحيوية كقطاع الصحة؟ نعم صحيح لا أعرف إذا كان هناك برامج منفصلة لكل وزارة ولكن المعلوم أن هناك برنامج لكل الحكومة دار الحديث عنه كثيرا ويفترض أن يتم التوافق على هذا البرنامج الذي ستعمل عليه الحكومة خلال الفترة القادمة يشمل كل الجوانب وكل المجالات بما فيها المجال الصحي لكن أعتقد أنه غير هناك مشاكل آنية البرنامج لا بد أن يتصدى لمشاكل آنية حادثة اليوم هذا غير الخطط ومشروعات مستقبلية فأعتقد أنه هذه مشكلة لا بد من أن يعكف عليها وزير الصحة الجديد وأن يعمل على حلها فورا هذه لا علاقة لها بأي برنامج أو بأي خطة وإنما هي حقوق لا بد من الوفاة